انا اختلف وانا بلخز اكثر ما اخشاء ان هنا القضايا شوية تبقى مفصلية بمعنى ان انا عندي ضحية وعندي جانب غض النظر عن حدود مرتكب وقي يعني انت شايف عايز تسميه مسميات مختلفة لكن في كل الاحوال انا امام وقعة فيها وحدة وقفة وفيها انت بتقول ده سلوك خاطئ بتسميه سلوك خاطئ انت شايف ان انت تخطئه في كل الاحوال اللي استاذ عصام يجرم ده وشايف دي جريمة وفقا للقانون يعني اكثر ما اخشاء انه تعطفكم بهذا الشكل يفتح بابا لادالة البنت دائما ولحمل الشباب على الاعناق اذا فعلوا ذلك يا سوال انا شرفت باستضافتي في فينامج حضرتك بصفتي قانوني فبتكلم من خلال القانون مش من خلال السلوكيات ولكن انا بتكلم فيه نقطة بس مهمة تساؤل بس عندي حضرتك بتقوله او الموجود فعلا ان بعض البنات او السيدات بيخشون هما يتقدموا ببلاغات عشان سمعتهم طب يعني هي البنت في حالتنا هنا منها خشت ان هي تعمل بلاغ فيشوف البلاغ ده 20 30 40 50 واحد وقد يصيقوا لسمعتها وعملت فيديو شافوه ملايين او حطها على صفحتها اللي والد يشافوه ملايين وخافتش على سمعتها برضو احسن انها تسبق الطريق القانوني بتاخد حكم يوقيح لنور انا اكثر ما اخشاء ان انا شوف بسيب القضية الاساسية وبابتدأ بحس عن ثقوب عن البنت ليه عشان عاملت تصالف ما هي كمان عاملت جريمة ما هي عاملت جريمة انت تركيزك على ادانة البنت يا سيداتي ما عشان هي عاملت جريمة ايه الجريمة اللي عملتها هي عاملت جريمة ايه الجريمة يا سيداتي انا هجاء هرى انا بديني فرصة على حضرتك انت سألت بس سؤال هو انا جاوبك انا جاوبك اه افهم من هذا بان لو سيدة اذا تعرضت للتحرش او الملاحقة او التتبه وسلوكيتها او التربية بتاعتها ازاي من السيدة قالت انها مش قادرة توقف تقول له احترم نفسك. وغير رضي وخدت بعدها مش ايه. تقدم بلاغ. ده مبرر. لأ وخدت بعدها مش ايه. ده مبرر بكلام حضرتك. بان اللي هو بيلحقها ده. تقول لأ ما انت ارتضيت يا هو ما انت معناها هارتوش. لماش ملاحقة هنا. اتعاكس التاني وتالت. انا بكلم في الواقع دي ما عدلاش ملاحقة. عليا. في الوقت. هينا متتقدم ببلاغ. عايز تقولي ان راضي رضاء المجنة عليها. مبرر ان هو يرتكب جريمته. فين الجريمة يا صاحب ده تفسير حضرتك. ممكن اختلف. عايزة يا صاحب زوال. قد تختلف المحكمة نفسها تدرجاتها. محكمة اول درجة بالاستناف بالنقطة. في تفسير نص المادة بتاعة القانون. النص المادة هنا قالت لابد من وجود ملاحقة جنسية. تلميحات جنسية او اباحية. لا يا سيد. قد يختلف القضاء نفسه. دي تلتون ستاشر بكرة. ايه بدا يبقى الكلام قطر. بحكم قضائي. حاسم نهائي. يلا بقى. يلا يا فندم. انا اشجع الناس يتقدم بلاي. ليه التحرش الجنس يا اسزواء. لأ. تلتمية وستاشر اللي فيها التلميحات الجنسية. تلتمية وستة يا صاحب. انا بقولي تلتمية. تلتمية وستة. بقرر الف. بقرر الف. يا سيد. يا فندم. يا اساسي. تاني يا فندم. بص المادة بتقول. بانتيال امور او تلميحات. يا سيارة. يا سيارة. يا اتنا. اخترت ليumiش فيديوهات.o هي وزاي؟ هل يخلح عيلا فيديوهات؟ها اليما عنديش موبايل تعمل ايه؟ خلاص خلاصت فيهضو اون وربعتاشر مثل ول?''0'24؟' ايهة زوائيل؟ اللي معندهش مساحها على الموبايل ان هي تصور او تتسجل او اللي عندهش موبايل تعمل ايه? خلاص مات خلاص. يا سازواء. يعني ناخد حقيلة بالقانون يا سواء داني بتكلم فيه ده اللي ادامه. انت انت. اللي ادامة يا فندم. اللي ادامة. سازواء عشان ما يختلطش عند الناس. ما يختلطش عند الناس وياخده ده. سبب من اسباب الاباحة. انا موانتش كده يا سرصام. القانون القانون المرسوم بقانون. طب بعد يزل ساعتك بقى مرسوم بقانون خمسين سنة 2014. احنا هنتخلص حلقتنا. وفي مليون واحد هنتقدنا على اليوتيوب وهنا وهنا. مرسوم بقانون جمهورية مصر العربية. السادزيت اللي تعلمت منهم. قاعدين وبتفرجوا علينا. مرسوم بقانون خمسين سنة 2014. اضاف مادتين. عد المادة استبدأ المادة. المادة الاولى. اللي هي 306. الف مكرر الف. ايو ايو. وفيه 306 مكرر به. دي اضيفة. التحرش الجنسي به. اللي هو ازا قصد من المعكسة. ها منفعة جنسية. منفعة جنسية. الاولانية. ايوة. مفتشترجي منفعة جنسية. ليه يا فاني ايه؟ طب ما اللي هو التعرض. يا استاذ خلينا هكمل بالان. الو هو التعرض المده. اللي هو التعرض المالي. الى واستاذ واقل اقراله انت. اقرال انت. اقرال انت. امتناها مفهمش قانون. ما يا أستاذ المدى يا أستاذ واحد. دي تلتمائة وستة عشر. تلتمائة وستة مقرر. يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة عشر. ده التعرض للمدى العادي. وبررامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد على خمس الاف جنيه او بيحداثين العقوباتين. كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص. او مطروك. او مطروك باتيان امور او احاءات او تلميحات جنسية او اباحية سواء بالاشارة او بالقول او بالفعل. اه. باي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية. تمام. 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 سويني بس. نشطرق ان يكون مقرؤا بابتصالفات اباحية. وده اللي بتكلم فيه. طب مهوئتيان امور. سازواء. يا سازواء. اي امور بها هنا تقرأني حكم النعض ده. يا سازواء. يا حكم النعض ده? الآن يا جماعة يعني يا ساز ميشيل. التفسير ده يرجع لتفسير المحكيم. طيب خلينا بس. حسنا انا عايز ارجع لتفسير المحكيمة. سازواء. هي باس يا ادينة يا الزوائر. كامل المادة اللي في زوائر المادة التانية التحرش الجزء بقى. اجل استفسار بس. هي ادينة خلاص. ممكن تصمد بس دقيقة واحدة? ممكن تصمد. هو مش عايز ان احنا نقول المشاهد لا سمعك ولا سمعه يعني. لو سمحك. خليني يسيلك من قانون خلاص احنا نقشناه. هو قال وانت قلت يعني. مجتمعيا من الاحق بالادانة هنا? من الاحق بالادانة هنا? البنت ولا الشاب? الاتنين كده. لان هي غضة الجريمة بجريمة. غضة الغلط بغلط. طيب. من الاحق بالادانة هنا? بس انا عايزة برضو انا عايش ااكد اني انا مش مع التحرش وانا ضد التحرش وانا عادوا الى الفضائق. ما انا مسجعتش على التحرش مطلقا لان انا ضده يعني قلبا وقالبا انا ضد التحرش. لكن انا اللي انا بتكلم عن ايه? انا بقول انا انا ما شفتش منه ومعرفهاش ومشفتش محمود ومعرفهاش. ما شفتش منه لابسة ايه وعمل ايه ومليش ده انا انا بكلم في الامو الله. انا بكلم في الامو الله.